الأهم من ده اللي عايز أقوله الحقيقة ما بعد المغارب حقيقة يمكن في حالة استغراب أنا بالنسبة لي مش مستغرب لكن في حالة استغراب كبير جدا على السوشال ميديا على طريقة التعامل مع الأهلي وهو فايق سواء كفريق أو كنجوم يعني أو أسماء أو كجهاز فني والسيناريو ده يمكن مش بس بيحصل مع ميستر كولر ده حصل وكان بمنتهى الوضوح والفجاجة أيام ميستر بيتسو موسيماني اللي مهما حقق من ألقاب وإنجازات مع النادي الأهلي كان بيتهاجم وكان بيتقطع شرايينه في الاستوديوهات التحليلية ويمكن ده كان واحد من أهم الأسباب اللي قدت أن الرجل حس أنه مش قادر يكمل في المناخ ده وبالتالي وفي وقت من الأوقات للأسف شديد جدا الاستوديوهات دي أو الأصوات دي أو الأراء دي كانت بتساهم في أنها تشع الغضب جمعين النادي الأهلي وبالتالي كان واحد من أسباب تفكير ميستر بيتسو موسيماني في عدم قدرته على الاستمرار في العمل في مصر لكن نفس الأمر الحقيقة بيتكرر بشكل أو بآخر مع ميستر كولر وإحنا في بداية المشوار وخليك فاكر عزيزي الأهلاوي نحن نتكلم على مدير فني مستمرة في سلسلة اللاهزيمة الأهلي مخسرش ولا مباراة في مختلف المسابقات والمنافسات تحت قيادة ميستر كولر أسوأ نتائجه كانت التعادل في ثلاث مباريات ورغم كده الحقيقة ورغم أنه في كتير من الناس اللي بتشيد بتشيد بكتير أو أربع مباراة بتشيد بكتير من ال... أنا مش عايز أقول أسماء أنا هنا باحترم جدا جدا شاشة النادي الأهلي اسم النادي الأهلي كيان النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي مش ممكن أكون بشتغل في قناة النادي الأهلي وافرد مساحات مساحات انبالح شفت مقدمة عن كهرباء وصلت لسبع دقيق في قناة أحد الأندية اللي بتنفسنا لكن فكرة الكلب ميكالين برضو بقت الحقيقة شيء مستفز جدا واعتقد أنه يعني بقى شديد الوضوح لكل الناس أنك أنت تقعد تشيد بمدير فني طول النهار وتعمل منه بروفيسور وتعمل منه أستاذ وتعمل منه مستر لكن وقت الخسائر ووقت الأزمات محدش بيتكلم محدش بيجيب سينة أنه خسر سوبر مصري سعودي أو خسر سوبر مصري أو خرج من بطولة الكاس بقى شيء مريب الحقيقة لما تجيب وقعة زي وقعة أحمد عبدالقادر اللي هي احتفاله بالهدف أو التلج في عروقي ولقي تاني يوم استوديوهات تحليلية بتتكلم على حالة استنكار ونتيجة جهلة طبعا وعدم فهم وناس بتجيب مداخلات تليفونية مع مسؤولين في لجان مكافحة المخدرات وناس بتتكلم على إزاي نجم كورة في النادي الأهلي يعمل احتفال بالشكل ده لكن لما نادي أو رئيس نادي يطلع يتهم لعبته جهارا نهارا بتعاطي المخدرات وإنه اللعبة دي تطلع تعتذر وإحنا مش عارفين لغاية دلوقتي بتعتذر عن إيه ومحدش يفتح بقه ومحدش بيتكلم ده يوضح لك قوي الناس بتتكلم إزاي وبتفكر إزاي وبتتعامل إزاي مع النادي الأهلي عندي نقطة مهمة جدا قبل ما نروح لمباراة القمة وهي طبعا طبعا واحد من أهم مكاسب من بارح رسالة الإطمئنان اللي بعثتها لعبة الأهلي وجهازه الفني لجمهير النادي الأهلي قبل تلات أيام من مواجهة الزمالك في الدور